السلام عليكم بعد انتصار البرح الاتحاد المنسيري على النادي رياضي اسفقسي في ملعب الطيبة الميري هدفها للسفر ممكن البعض من جماهير الكرة التونسية أصبح يرى بنظرة أخرى لمرحلة التتويج أنه ترجي رياضي التونسي ماهوش في طريقة مفتوح للفوز بالبطولة وخاصة أنه المقابلة القادمة للترجي بيش تكون ضد الاتحاد المنسيري في ملعب مصطفى بن جنات يقول لك لو الاتحاد المنسيري يفوز على الترجّع رياضي التونسي بيش تولي لعبة أخرى خلينا نشوفه مبعاتنا الطابلوس عقبل كل شيء متعال الترتيب نلقاه بشن نحوه الترجّع رياضي اخص صور انت تنحي الترجّع رياضي تلقى الاتحاد المنسيري في المرطبة الأولى بستة نقاط ياليه النادي الأفريقي المرطبة الثانية خمسة نقاط هو والنجم الرياضي الساحلي في المرطبة الرابعة الملعب التونسي باربعة نقاط والنيدي رياضي سفيقسي في المرتبة الأخيرة بثلاثة نقاط يعني بين صاحب المرتبة الثانية اللي هو نعتبره لو كان نحيه الترجل رياضي في المرتبة الأولى بين صاحب المرتبة الأولى الاتحاد المنسيري وصاحب المرتبة الأخيرة النيدي رياضي سفيقسي تلاثة نقاط فقط جي تشوف وتقول بطولة ما شاء الله زيدهم الترجل رياضي تولي نحكيه على فضيحة بالرسمي طرز جريادي في المرتبة الأولى باثناش النقطة يليه أقرب فريق وهو الاتحاد المنسيري بستة نقاط يقول القائل مزلوا سبعة مقابلات وبين صاحب المرتبة الأولى وصاحب المرتبة الثانية فقط ستة نقاط وصاحب المرتبة الأولى بش يوجد صاحب المرتبة الثانية في الجولة القادمة ولو ينتصر عليه بش يصبح بيناتهم ثلاثة نقاط نقولوا ترجي رياضي التونسي على خاطر ما نصور شنا ترجي رفي عشرة مقابلات في البلايوف بش ينتصر فيها مالكل أكيد ثم مقابلة ثنين ممكن توفى بالتعادل ثم مقابلة ممكن ينهزم فيها نقولوا المقابلة اللي بش ينهزم فيها ضد الاتحاد المنسيري وبقية الأنديا الخمسة الأنديا الأخرى يخي تلعب ضد الجنون يخي مضمونين كل جولة لأنهم الخمسة الأنديا الأخرين يكون ترجكون يلعبون وليس ضد بعضهم نأتي ونرى نحن مبعدنا الكالوندري بجا عرب نأتي ونرى نرى نلقوا في الجولة الرابع الاتحاد المنسيري بش يواجه التهرجي رياض نقولوا بش يفوز على التهرجي رياض النادي الأفريقي بش يواجه الملعب التونسي نقولوا نقولوا النادي الأفريقي بش يقوموا بردة تفاعل بعد هزيمته في الدربي وينتصر على الملعب التونسي بما أنه المقابلة بش يكون تكون في رادس النادي السفيقسي والنجم الرياضي السيحلي النادي السيحلي يراه مطالب بالانتصار النادي رياضي السفيقسي كيف كيف مطالب بالانتصار زوز أندي مطالبين بالانتصار هذا يبدأ خايف والاخر يبدأ خايف وكل واحد طريقة اللعب متاعه وما تتمشيش معه معه فريق يحب ينتصر المقابلة بالنسبة اكبر بش تنتهي نقوله في الجولة الرابعة النادي الأفريقي الوحيد هو الاتحاد المنسيري والترججة الرياضية في الجولة القادمة ينهزم أن نكون الجولة الخامسة لсть ترجج العامة الرياضي الفيقسي في ملعب راس دويل لو كان يتعادل لا يخسر النادي الأفريقي இல الامرسي الذي يقوله اللي نحن ننتصر في الجولة الرابعة على ملعب التونسي لكي يطلع السوسة اللي هو في ملعب رادس ومقدرش عليه لكي يخضر عليه في ملعب سوسة يعني كتجي تشوف في الظاهر تحسها سهلة بيناتها التارس جريادي وصاحب المرط بثينة ستة نقاط والله تخسر ما تشتو ياخلتوا عليها هي والاخري ما بشير عبو كونتر بعضها كلها بشتاكل بعضها بالليكسويت وفريقي ينتصر وزوز تعدولات وهزيمة وكذا الجولة الخامسة الجولة السادسة قد تارس جريادي تونسي ميليكين بعيد عليهم ستة نقاط سبعة نقاط وثمانية نقاط وكذا 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 اللي يفدد كتجي تشوف تارس جريادي مع المدرب جديد كاردوزو عنده خمسة انتصارات مقبل ولا هدف وحيد في الخمسة مقابلات الثلاثة في البلايوف وزوز مقابلات في ربيطة الأبطال وبجاه ربي تسمع النوعية هذه متاع الناس كيفاش تفكر والله ينتو الحقدة ذايا مايرجع يرجع ليكم كيفان بالسلم يا ودي انت ليتش نوقع متحبش تخزر الترجر متخزر ليوش يخوة مش مشكل متخزر لوش ماراه بش يقعد موجود معاك في الفوتولة و بش يقعد أفضل منك لأنه الإدارة متيعة هو أفضل من الإدارة متاعك لأنه الملعبية اللي عنده أفضل من الملعبية اللي عندك متحبش تخزر له ترجر ياذي نحاود وقل لك متخزر لوش يا مارك بش تلعب على المارك بثاني كلكم بيش تتنفسوا على المرتبثين تحب تخزن للترجي الرياضي يخزن له بنظرة إيجابية إنه شوف الطريق وطريقة تعامل إدارة الترجي الرياضي مع الفريق متاحها وحاول تصلح وتبدأ تقرب للترجي الرياضي بشوية بشوية وبعد تبدأ تنفسه وآمل عنها زيها هذية وكسوحية الرأس راهي ما عندها فين بيش تواصلك بجه ربي نسمو مبعادنا والله شي يفدد والله ما نبقى نحارب فيكم والله أقسم بالله هالحراب يتعطيوا فيها للجماعية متاعكم هم يأتي وانا نختفها لهم والله ما نبقى نوري فيهم الحقيقة حتى لو كان الحقيقة مرة وحتى لو كانوا يقعدوا الناس الكل تسيب فيها مش مشكلة شكرا لك نترجع في المبارات هل هذا فريق معناه بالنسبة للترجي الرياضي التونسي اللي دافع على حدوده صحيح انتصر صحيح قاعد ينتصر تريبونتي لكن اليوم أرك معناه مستوى بطولتنا ضعيف هذا مستوى الكورة في تونس مستوى مش هك مش نجم تلعب ترجع في تونسي وحنا قلنا نحكي واسم في بداية الحلقة على المشكلة الهجومية في كورتنا التونسية وكل عادة كل عادة يسين هدف مقابل صفر مرة أخرى نفس النتيجة على أخطاء على أخطاء برشة حاجات ترجع صحيح ريومه معناه توس ديرير لابال ثم شوي ريقر لكن مواجه ديما في رأي معناه ترجع بين اللعب لا يسمحوني في المثال ما نيش بش نقوله تسمعوا بها عريان في يده خاتم والله نسمع بها للي ريتها نسمع بها للي ريتها يعني تجي تشوف الترجع رياضي التونسي مع المدرب الجديد كيفية المستوى متاعه تحسن المقابلة لولا كانت فكروا ضد النجم رياضي الساحلي الناس كل انبهرت جمهور ترجع رياضي انبهر بالمستوى اللي ظهر بيها الترجع رياضي في فترة اقصيرة مع المدرب كاردوزو يقنع ويأكد في المقابلة الثانية ضد الهلالة السوداني يعود يقنع مرة اخرى بمستوى اكثر من محترم ضد الملعب التونسي الملعب التونسي هم انتصر عليه حتى فريق تصر عليه ترجع رياضي هدفين لسفر بكل ارياحية يزيد ينتصر على النجم الرياضي الساحلي في سوسا يعني شوف الاندية اللي واجه فيها الترجع رياضي ينتصر على النجم الرياضي الساحلي في سوسا وبعده ينتصر على النادي الافريقي في درب العاصل ضد النادي الافريقي المستوى متاعه كان متوسط عرف كيفاش ينتصر ولا الترجع رياضي ردت الفعر والله بالطريقة هذية اللي تنجم وتتصلحوها اقصم بالله بالطريقة حب نعطيكم بعض الارقام اللي صراحة النور مال الناس تركز معها اقصم بالترجع اقصم بالترجع بجاء هربي مرة اخرى هاني بش نحكي معاكم على اساس حلقة مباشرة معناها اصبروا معايا شوي النجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي الساحلي اللي وقت اللي يكون في اتعس حالاته البطولة تكون تعيس شخصيا هراني نحب الانديا هذي يتحسن المستوى بش تتحسن البطولة التونسية بش يتحسن المنتخب التونسي بش نلقى ملاعب يسحيح من نادي الافريقي ولا مالتراجي ولا مالتوال ولا مالسياسيس يلعب في اوروبا مش افضل مالتراجي رياضي في البطولة التونسية مش للمجر هون بش يتردوها على قريب نحكي على محمد علي بين رمضان فلتة فلتة كروية في البطولة التونسية بش تعرف البطولة قداشها رديئة في سابقة ادية منشور هبط في صفحة من صفحات النجم الرياضي الساحلي في سابقة لم يشهد الفريق منذ مدة كبيرة اخر فوز حققه النجم الرياضي الساحلي كان منذ 3 جنفي 2024 ضد مستقبل اسليمان النجم الرياضي الساحلي بعد اكثر من 3 اشهر وخوضة لخمسة مقابلات يتمكن من تسجيل اول هدف يوم امس ضد الملعب التونسي في اخر 6 مقابلات حقق الفريق 4 هزائم وتعادلين قبل خط الدفاع 8 اهداف كاملة مسجل كان هدف وحيد اللي يقولنا عليه البرح ضد ضد الملعب التونسي وبعد يجيك يقول لك الترجل يذي تونسي ما هو شي فيه طريق مفتوح علش علش الحراب هذية اللي تعطيوا فيها للجماهير متاعكم وللأسف ثم فئة من الجماهير هذية قاعدة تصدق في الحكايات هذية علش كل موسم رو يزم حد يزم تاقف الحكاية علش كل موسم تركزوا على الجزئيات ما نقول الشتفهات على خطر الجزئيات وقت اللي تكون فريق جروم وصحيح وكاسح وبالرسمي تلعى من ناجل بطولة الجزئيات هذية ريت ناجل تحرمك من بطولة لأنها جزئيات وتجي تركزلي على الجزئيات الصغيرة هذية شنو بش تفيدك هالجزئيات هذية هذية جزئيات بمعنى حربوشة قاعد تسكن فيها في الجماهير متاعك بش كل كل موسم تقعد تركز لهم في المواضيع هذية في ظلمون في منارش شنو في الناجل الجويني في الهدي الجويني في هوا مع ظلموني هم نحولي هم قدولي هاو كذي أخوي يعطوه وعملولو وزيدوه واقصم بالله لا يهز البطول اقصم بالله لا يهز البطول راهوا كل تفليم شلق بيكم والله شلق بيكم ومن أفضحكم والحربش اللي تعطيوا فيها للأندي متاعكم والله ما نحكي هالهم من فهم ونوريهم لحقيقة متاعهم نوريهم انو الترجل يدي تونسي خير منكم وافضل منكم واقوى منكم وإدارتهم خير من الإدارات متاعكم ولهذاك عليش هوم أخير منكم وأفضل منكم وأقوى منكم ولو كيف مش تقعد وتخزروا للترجل رياضي التونسي بالنظرة متاع الحقد اللي ما نخزر لكش خطر ثم ناس ثم ناس ترجل رياضي ينجمشي في النسخة القديمة من كاس العالم للأنديا ينجمشي هز كاس العالم من سبعة أنديا مين الجمش مستحيل مين الجمش الهدف متاعه يكون موجود في المربع الذهبي ولو أنه تقول الأنديا بتاع أسي زيد أقويت ولا الحكاية صعيبة عليه ريت في النسخة جديدة المتكونة من ثلينة وثلاثين فريق الترجل رياضي يهز كاس العالم يلعب لك ضد ريال مادريد ويهز كاس العالم ويربح ريال سبعة سبعة واحد تشري ريال مبابي البونتو تاع ريال يسجلوا مبابي والسبعة بونتو تاع ترجل رياضي يمركيهم محمد علي بن حمود ما تصير جملة لحكاية نقول وصار ثم الناس ما تقتنعش يقول لك لا ترجل رياضي لا ريت بالعقلية ذي وبطريقة هذه فريقك ما ينجحش فريقك ما ينجحش على خاطر قدامك فريق أفضل منك ما تحبش تقتنع به باش باش أنت تصلح وتولي كيف وخرمنه يقعد ديما خير منك وانت ما تحبش تقتنع به إما الحقيقة خير منك وما ديما وخرمنك ما تنجمش تنفسه وما تنجمش تفوز معه بلقاب واضحة لحكاية ولا نا عودة في حلقة أخرى بحول الله والسلام عليكم